كثير من الناس يبعثوني الآن على ما يجري في تلفزيونات وبرامج كارثية كلها مبنية على ضروق وعلى الفساد وعلى الزيناء وعلى يعني برامج قادرة واش تحبهم يورروا لك ماذا توريدهم أن يورروا لك تحبهم يورروا لك مكارم الأخلاق يورروا لك القيم يورروا لك التاريخ الناصع يورروا لك قيم العمال والوقت ما عندهمش هم الطبقة المتحكمة في البلاد نومونكلاتيرا هذه قذرة عفنة بائسة أخلاقهم وكثير من أبنائهم ونساءهم وبناتهم إلا مرحمة ربك فهم يريدون تعميم هذا البؤس على المجتمع كله وينشروه بكل طرق تلفزيوناتهم ولت أو كارم سامحوني على عبارة تعدعارة الجامعات حولوها إلى مراكس كذلك الفساد في كل مكان التفقير التجويع عندما لي يدي لي يدي 8 ملايين في الجزائر الدخل انتاعه في النهار يجيب له دجاجة تعزز كيلو والله يجيب له كيلو الحم لا عفوا يجيب له كيلو الحم لأن كيلو الحم يراهي سواء بـ 280 ألف هذا اللي يدي 8 ملايين يعني هذا من ربما من العشرة بالمئة للمرتاحين فما بالك بالآخر يعني يشتغل الهار كامبتش ممكن يشري كيلو الحم في حين أنك تشتغل في أوروبا في ساعة تشري كيلو الحم بساعة هذا غني وهذا اللي نقول لك يشري في ساعة أوروبا كيلو الحم هذا اللي يشتغل بالحد الأدنى أما اللي عنده أجر متوسط فيشري يشري في 20 دقيقة أو 10 دقائق تجويع في حد ذاته هذا والارتفاع الأسعار هذا ما هوش من فراغ ما تسمعوا لهمش لما يضرفوا الدم دموع التماسيح انتع راهم ينقصوا وراهم داروا وراهم رفعوا الضرائب شوف الأسعار وراه يواصل ومرة أخرى نعود نكرر البلاد الطاقة رخيصة فيها البترول والغاز لأنهم من تحت الأرض والإنسان رخيص فيها العمال الخاص الحد الأدنى نتعى الجزائرين هو 100 أورو والمخير اللي يقول كنارانين يدي في صلاير مليح يدي 300 أورو 7 ملايين 7 ملايين سنتيم 70 دينار هذا يعتبر جيد هذا فوق متوسط لأن السعر الدخل المتوسط هو 5 ملايين 200 أور بسعر السوق إذن الإنسان رخيص العمل قيمته رخيصة والطاقة رخيصة مع ذلك كثير من الأسعار أكثر من أوروبا كثير من الأسعار أكثر من أوروبا الناس تشتري اللحم أو الدجاج أو أغلى من أوروبا كل إخواننا وكثيرين كتبوا لي وراصلوني وبعضهم بعث لي من قاطع من بعض الأفلام وبعض المسلسلات إلى آخره هذا هو المشروع اللي موجود عندهم هذا المشروع ومشروع الفوتبول الفوتبول طبعا غرق هو مبكري غارق الفوتبول في الجزائر لكن كان كان شوية الفريق الوطني غرق وزادوا شنوا حملة شعواء على المدرب اللي كان واحد لوقت تسمى وزير السعادة واللوي اللي عنو فيه بكل الطرق وشفتوا الطريقة اللي خرج بيها وتبه دايل والآن رحوا داهم المحاكمة وكوارث فالفوتبول غرق ضركهم ضايرين شوية لبعض الأفلام هذه وبعض البرامج للناس في رمضان بدل ما الناس تتجه إلى العبادة وإلى ما ينفع وإلى العمل وإلى كي الناس كي يروح للدومين وكي يروح للأفلام التافهة وهما بالنسبة لهم هذا يساعدهم خلاصت هذه الأفلام التاريخية والأفلام اللي يجيب لك القيم والأخلاق وترفع المعنويات خلاصت هذه هذه بالنسبة إليهم اللي كافي اللي كافي كان كانوا حطوه بعض بوذياف رئيس ما يسمى بالمجسل على الدولة فبعثوه على أساس الجنرالات طبعا مستواهم تافه جدا هو على أساس رئيس المجسل على الدولة بعثوه للمصر بعد وفاة بوذياف على أساس متحدث جيد وكان سافير في عدة دول عربية وكان كولونيل تع الثورة إلى آخر فساقسوه قالوا منين جاكم الإرهاب بن قوسين منين جاكم الإرهاب السيد الرئيس قال هم جابونا الإمام الأفغاني جمال الدين الأفغاني فاللي كانوا يسألوا فيه وبعض المصريين هذوك فيهم صحفيين وفيهم كتاب يعني جابوا له بعض خيرة ما عندهم المصر أنا ذاك ما زال ما تحولتش هي أيضا لحاضرة السيسي فجابوا له قالوا له كيف ها جمال الدين الأفغاني كيف ها وجاب جمال الدين الأفغاني جمال الدين الأفغاني مات عندهم أكثر من المئات سنة وجابوا ويجاب لكم الإرهاب وحتدرتهم قلاب وهم يسموه طبعا نوقف المصار قال لهم الفيلم انتعوا هذاك الفيلم اللي داره هنف ثمانينات هذاك الفيلم اللي داره هنف ثمانينات هو اللي جابنا الإرهاب شوف هذا مستوى كانوا حطينه رئيس دولة هاو المستوى ويعتبر بالنسبة لهم لميار يعني يعتبر شيء استثنائي يولي مسلسل بالنسبة له هو اللي جابناهم الإرهاب ذاك الوقت أنا أتذكر هذا المسلسل داره في منتصف الثمانينات كل ما في المسلسل هو أن جمال دين الأفغاني كان يدافع عن الشعوب اللي كانت مستعمرة وكانت مضطهدة جمال دين الأفغاني عاش في نهاية القرن التاسع عشر فيما أذكر ومعروف جمال دين الأفغاني ما هو لا من المتطرفين ولا من الصحاب العقول الشادذة ولا المتنطعين بالعكس هم بالنسبة إليهم الآن في قضية اختيار الأفلام اختيار البرامة علاش يجيب لك غير التافه نشر التفاهة أصبحت سياسة نشر الفساد سياسة نشر المخدرات سياسة القوانين التي تكسر الأسر وتكسر المجتمع سياسة هذه مش بفارغة البرامج التعليمية الفارغة والتافهة سياسة البرامج الإعلامية سياسة الصحفيين التافهين والصحفيات الفاجرات والتافهات سياسة لا تنبع من فراغ كلما المجتمع يتعلم التجهيل سياسة إذن إجهلك عنا مليون جامعي لكن كايين دراسات تجهيل مش تعليم في الجامعات وأنا لا ألوم ساكن الله كثير منهم عندوا لسانس ماليستير مرات يرسلني في خمس سطر كين خمس أخطاء بأي لغة وملومهم مش حتى البعض منهم يعتذر يقول لك أستاذ رك عارف المستوى في التعليم ملومهمش كثير لكن كايين مسؤولية قمع ما بقاوش راكدين وهذا العصابة قاعدة تخرب في العقول تخرب في الأخلاق تخرب في القانون تخرب في المجتمع تخرب في الأسرة تخرب في المسجد تخرب في المدرسة تخرب في الشارع تخرب في كل شيء والناس تبقى عادي أوكي لا هو في تضحيات يجب نشر الوعي نشر العلم الابتعاد عن التفهات الابتعاد عن السفهات تضيع الوقت في الدومينو وفي الآخر ممكن الإنسان يفرج على نفسه شوية ممكن يقصر ولا يلعب حاجة ممكن لكن تقضي من بعد المغرب للصحور أنت في الدومينو أو أنت في الأفلام التافهة أو أنت في الأفلام التافهة هذا مسؤولية ما هو الوقت ما هي الحياة هي وقت لكن هم عندهم سياسة الطابقة التي مسيطرة على البلاد اليوم تنهب كل شيء تسرق كل شيء تضع لك المفسيدين في كل مكان والمفسيدات يدمروا لك كل شيء يقولوا أن تذهب إلى الجبل يلحقوك ما يجب أن يجب أن يفعله لا يجب أن يصبروا على هذا الأوضاع ليس فقط نظروا لأنه لا يعطونه هذا مهم لا يعطونك الأجر مهم لا يوجد سكن مهم الطريقة منكسرة مهم هذا كل مهم ليس الماديات فقط سوف يكون أشياء أخرى أهم أو على الأقل لا تقل أهمية لازم الناس يسترجعوا مدرسهم يسترجعوا طرقاتهم يقولوا كلمة الحق يردوا على الباطل يسترجعوا مساجدهم ما يخلوهاش لعبيد الطغات اللي ينشروا في دين مزور إلا مرحمة ربك يسمى الناس تعرف بللي هذه حياتك وهذا وطنك وهذا ولادك وبللي هذه العصابات رأيهم مرتاحين رأي أموالهم كلها براء هما الجزائر للنهب فقط رأي عندهم الريزيدانس براء وعندهم الناسيوناليتي براء وعندهم الأموال براء وعندهم أشياء كثيرة براء إذا ذاقت يروحوا وهذا اللي حيصر في الجزائر لا قدر الله يعني لو كان ما نكونوش واعيين وفايقين كيفاش نسترجعوا بلادنا في لحظة ينهار كل شيء يفروا هما يروحوا والبلاد تغرق في مآسي ليس لا حدود بمعنى أنه الآن نحكموك بالقهر وبالتجويع وبالتعطيل وبإفساد الأخلاق وبنشر التفاهات وبكل ما هو مجرم ومفسد تتحرك كما قال ذلك النهارة وزيرهم المخبض بالصحيح إذا الشعب ناضع عليهم وثار عليهم يفروا من البلاد ويخلوا الأوضاع تنهار اللي هي منهارة لا يجب أن يكون هناك ذكاء ويكون هناك عمل ليس شرط أن الناس تأخذ مظاهرات وتحتاج وتخرج في الشارع لا يستطيع الناس أو رمضان بدل ما الناس تقعد غير دوما ولا في الكارطة ولا في الأفلام التافهة ولا الناس تناقش أمرها لا يجب أن يكون هناك سياسة تفكر كيف تنجي أسرتك وتنجي نفسك وتنجي أخوانك وتنجي أخوانك وتنجي كيف هذا الوضع لا يمكن أن يستمر وزايد هذه العصابة ليس بركة وش هيدايرة هك ودايرة المشاكل في الخارج في كل مكان في كل مكان رغم يرتكبوا في الحمقات ويشيروا في المصائب وفي الخصومات اشتركوا في القناة